في المرة الرابعة التي يقوم بها رئيس السوري بشار الاسد بزيارة الى خارج دمشق تفقد القوات النظامية في مدينة الدارية جنوب غرب العاصمة وابدى ثقته بالنصر في كلمة لمناسبة عيد الجيش انجاز جيش العربي السوري اصبح الان محل تحليل في كل العالم الكل اللي عم يحلل شو عم يصير كيف جيش العربي السوري قادر يصمد هالصمود طبعا كان كثير من الناس لا تفهم ماذا تعني كلمة جيش عقائدي من رأس السنة حتى اليوم صار 14 ساعة صفر لمدينة دمشق الوحدة بس بكل ساعة صفر انتم تحولوها انهن الاصفار من جهته اعلن رئيس الوزراء والحلقي ان الحكومة اقامت نحو 830 مركزا لإيواء النزحين واعتبر الحلقي ان الحل السياسي هو السبيل الوحيد لوضع حد النزاع لكنه رفض التحاور مع الارهاب وفي الميدان تتواصل الاشتباكات في درعا وادلب وفي ريف العاصمة حيث الدمار ودخان القنابل يعكسان وجه الحرب القاسي كما قتل العشرات في انفجار مخزن ذخيرة في حي موارن النظام في حمص وفق المرصد السوري وفي واشنطن اعتبرت البلاد المتحدة ان انشاء الرئاسة السورية صفحة لها على موقع انستجرام خطوة مصيرة لشمئزاز ولا تعكس ابدا حقيقة الحرب في سوريا موسيقى